أشكر ممثل سويسرا على هذا البيان وعطي الكلمة الآن لممثل الجزائر شكراً سيدتي أشكر غيانا على هذه القيادة المتميزة للمجلس في هذا الشهر وعلى عقد هذه الجلسة أشكر أيضاً ممثلي مكتب تنسيق شؤون الإنسانية ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمية على هذه الإحاطات المفيدة إن الوضع في غزة يبعث على الجزع وإن معاملة سلطة الاحتلال للسكان لا إنسانية بكل بساطة وكما قال الرئيس عبد المجيد تبون وبحكمة عندما تفقد أمنك الغدائي تفقد كرامتك وبحلول شهر ديسمبر أشرت التقديرات من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغدائي أن بحلول نهاية شهر فبراير فإن جميع سكان غزة وعددهم 2.2 مليون نسمة سيواجهون مستويات خطيرة من إنعدام الأمن الغدائي الحد وهذا أعلى مستوى في العالم بأسره وللأسف فإن جهود العاملين في المجال الإنساني والقرارات النادرة التي يتخذها هذا المجلس لم تحسن الوضع لأن وقف إطلاق النار لم يجري التواصل إليه وتشير مؤشرات التغذية في شمال غزة أن 15.6% من الأطفال الذين هم دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد ومن المرجح أنه في ظل بيانات يناير وفبراير فإن الأوضاع ستتفاقم خصوصا في شمال القطاع الذي لا يمكن الوصول إليه في الوقت الراهن وفي الوقت الحالي فإن تسعين في المئة تسعون في المئة من الأطفال الذين هم دون سن الخامسة يعايش تكون من مرض أو أكثر في ظل حمية ضعيفة جدا ضف إلى ذلك أن الأطفال والحوامل والأمهات المرضعات والمسنين يواجهون مستويات مرتفعة من خطر الوفاة بسبب شح التغذية ومن أصل سبعة وتسعين مخبزا فإن سبعة عشر فقط يعمل ولا تعمل هذه المخابز بشكل كامل وما من مخبز يعمل شمال وادي غزة قريبا قريبا جدا لن يعمل أي مخبز في قطاع غزة كله وإن صحفيا من غزة آنس الشريف صرح استيقظت على صوت أطفال يصرخون لأنهم يتضورون جوعا جوع التهم أجسادهم نحن قد نتحمل الجوع لكن الأطفال لا يستطيعون ولا يقون على ذلك وفطرت صرخاتهم قلبي وللأسف يموت الناس في غزة بسبب الجوع هذه ليست كلمات فحسب هذا هو الواقع المرير يواجه سكان غزة معضلة مروعة فهم مخيرون مكرهين بين خطر الموت تحت القصف أو الموت البطيء بسبب الجوع السيدة الرئيسة أمام هذه المأساة الفضيعة يجد المجتمع الدولي نفسه عاجزا ويائسا وضيف إلى ذلك حملات التضليل إن تدفق المساعدات الحالي قاصر قاصر جدا عن الاستجابة للاحتياجات بالمستوى المطلوب وأما الأنشطة التجارية فهي مشلولة تماما لقد أوقف برنامج الأغذية العالمي ما يوصله من مساعدات لشمال غزة بسبب انشغالات أمنية بشأن الموزعين ومتلقي المساعدات على حد سوا تعاني الأمهات لإيجاد أي شيء يشبع أطفالهن وهن مضطرات لاستخدام الكلأ والعلف كمالاذ الأخير واليوم وبينما يعتمد سكان غزة أجمعين على المساعدة الإنسانية فإن سلطة الاحتلال تستخدم التجويع كأداة حرب قوة الاحتلال أكرر تستخدم التجويع كسلاح حرب إن استخدام التجويع عمدا وبشكل ممنهج لهو انتهاك فاضح للقانون الدولي لأنه ينوي بالدفع بسكان غزة لليأس ولفقدان الكرامة ومن ثم للعنف وللانفلات الأمني السيدة الرئيسة إنكم صراحة القراران 2712 و 2720 غير فعالين في الميدان أثرهما محدود جدا إن لم يتوقف القتال فإن ضمان إيصال مساعدات إنسانية بالمستوى المطلوب يظل هدفا لن يتحقق إن العدوان الجاري على غزة ليس حربا ضد حماس لبل هو عقاب جماعي مفروض على الشعب الفلسطيني الأعزل صمتنا بمثابة منح رخصة لتجويع ولقتل سكان الفلسطينيين على هذا المجلس أن يدعو لأن يطالب بوقف إطلاق نار بشكل عاجل لأن جمودنا هو بمثابة تواطئ في ارتكاب هذه الجريمة شكرا أشكر ممثلة الجزائر على بيانه والكلمة الآن لسلوفينيا شكرا سيدتي أشكر المحاضرين من أوتشا والفاو وبرنامج الأغذية العالمي على عروضهم وعلى الإندارات التي وجهوها بشأن الوضع قد اخترتي موضوعا جيدا لنقاش المفتوح منذ بضعة أسبوع ومن المؤسف جدا أننا أمام عينة حية لنعدام الأمن الغذائي بسبب النزاع دعوني ألخص الإحاطات والمذكرة البيضاء لم تعد غزة صالحة للعيش إن جميع سكان غزة يواجهون مستويات من أعدام الإنغذاء الحاد وهي أعلى نسبة في العالم بأسره وأما المجموعات المستضعفة فإنها أكثر عرضة للوفاة بسبب الارتفاع الحاد في سوء التغذية عما نتحدث هنا عن محمد البالغ من العمر أحد عشر عاما والذي أصبح المسؤول عن جمع الغذاء لأعضاء أسرته وعددهم ستة بما في ذلك أمه المصابة بالسرطان ولي التي تبلغ من العمر عامين التي شخصت بسوء تغذية حاد وبمحلال لعضلاتها والتي لا تزن سوى نصف ما يفترض بها أن تزن أو محمود ابن الشهرين الذي مات من الجوع لقد استمع هذا المجلس لإحاطات وقعها كان قويا استمعنا لما تمدله الجبائن على لسان الأمين العام أطباء بلا حدود بشأن الوضع الصحي وواجب العناية من وكيل الأمين العام ميشو بشأن عدم الأمن العاملين الأمم المتحدة واليوم مذكرة المجاعة التي تلقي بظلالها على ما يجري أي إحاطة من هذه الإحاطات كانت القشة التي قسمت ظهر البعير إن هذا الوضع كان واضحا منذ فترة ليست بالوجيزة كان على جميعنا أن يقتنع الآن بأن عملنا مطلوب لبل كان مطلوبا ومنذ فترة طويلة سلوفينيا جزعة أمام الأدلة المروعة التي تبين ترجمة نانسي قنقر